مجاز ثالث عصرا من التلفزيون المصري تحية لكم استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ما يتم من إجراءات وخطوات للتعامل مع تدعيات الأزمة الروسية الأوكرانية مؤكنا المتابعة اليومية لهذه الأزمة وما نتج عنها من ارتفاعات في أسعار السلع على المستوى العالمي وكذا حدوث نقص في سلاسل الإمداد جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء حيث أشار مدبولي إلى ما يتم من تعاون وتنصيق بين مختلف أجهزة الدولة والقطاع الخاص لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة تلبية لاحتياجات المواطنين ومتطلباتهم وفي هذا الإطار أوضح رئيس الوزراء أنه تم إتاحة 1.1 مليار جنيه كدفعة مقدمة تحت حساب تمويل شراء محصول القمح المحلي شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لدعم ومساندة الشركات الناشئة في مصر يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار وخلق اقتصاد تنفسي ومتنوع وقائم على الابتكار والمعرفة التقى الفريق أول لمحمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعدد من مقاتلي قوات المظلات وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات خلال اللقاء نقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي لرجال المظلات مشيدا بما يقدمونه من تضحيات ولتنفيذهم لمهامهم بكفاءة واقتدار تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 116 قضية تموينية بإجمالية مضبطات بلغت أكثر من 225 طن مواد غذائية وغير غذائية في مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط أكثر من 54 طن السلع غذائية مختلفة كما تم ضبط أكثر من 32 طن في مجال البيع بأعلى من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية أما في مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 64 طن السلع غذائية وغير غذائية كما تم ضبط 35 طن أسمنت وحديد في مجال البيع بأعلى من السعر الرسمي لمواد البناء وكذلك ضبط 40 طن أسمنت في مجال حجب مواد البناء وصلنا إلى ختم موجز الساعة تحية لكم وإلى اللقاء